السلام عليكم اهلا بكم في مطبخ موني النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة البرتقان في الخلاط بمقادير مصبوطة وطعم رائع ان شاء الله هنقول دلوقتي المكونات وطريقة التحضير هنجيب الخلاط ونحط فيه مج من السكر المج اللي أنا دايما بعير بيا جماعة وهنحط عليه دلوقتي 3 بيضات وقدام حطينا البيت بنحط على طول الفانيليا هنحط رشة من الفانيليا هنضيف دلوقتي مج مليان من عصير البرتقان هنضع عصير برتقانتين كوبار بيور مفيش عليه اي اضافات وهنضرب المكونات كويس في الخلاط وبعد ما ضربناهم كده هنضيف عليهم مج لربع من الزيت وده المج اللي استعملته كمعيار لكل المكونات دلوقتي بعد ما ضربناهم كويس هنجيب بولا ونحط فيها كوبايتين ونص من الدقيق عليهم رشة ملح نحط دلوقتي البيكن باودر بنحط معيار معلقة كبيرة من معلقة الطعام ونقلب كل المكونات الجافة مع بعض الدقيق والملح والبيكن باودر وبعد كده هنضيف عليهم بشر البرتقان ده بشر البرتقانتين اللي احنا عصرناهم البشر الخارجي ما تاخدوش الطبقة البيضة حوله ما تاخدوهاش ابدا وهنقلبهم كلهم مع بعض كويس قوي كده وبعدين هنبدأ نضيف عليهم الخليط السائل بالتدريج ونقلب ونضيف الخليط بالتدريج واحدة بواحدة لغاية لما نخلص المقدار كله ونقلب كويس المكونات كلها مع بعض عشان تختلط مع بعضها كويس جدا وبعد كده هنجيب صانية نعمل عليها مسحة من الزيت ونبدرها بالدقيق كويس ونحط دلوقتي الخليط بتاع الكيك كله وبعد نحطينا الخليط كله بالمنظر اللي قدامنا ده هنهز الصانية علشان نساوي المقدار كله وبعد كده هندخلها على فرن سخن درجة حرارة 180 بتقعد بالزبط 45 دقيقة عشان تطلع بالشكل اللي قدامنا ده وهنعمل لها اختبار الخلة هتطلع نضيفة وجميلة جدا اهم حاجة نستنى لغاية لما تبرد خالص وبعد كده بنقلبها وبعدين بنقدمها وده بيكون شكل الكيك بتاعتنا بعد ما قلبناها انا حطيت عليها بس مسحة من فوق من العسل عشان ازينها بشكولاتة فرماسيسة محضراتكم شايفين وطبعا التقديم ده حاجة ترجع عليكم شايفين جميلة ازاي ومرتفعة اتمنى تكون الطريقة سهلة وعجبتكو اذا عجبتكو الوصفة اشتركوا على القناة فعالوا الجرس اوه هتنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو وتفرحوني بتعليق حلو من ايديكو اشتركوا بالفا هنا وعافظا ترجمة نانسي قنقر